الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين من أعظم ما أعطاه الله لنا الرجاء أن نرجوه حتى تفتح لنا أبواب رحماته حتى نكون من أهل لقياه وقربه فنكون كما قال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يرجون رحمته ويرجون منه أيضا أن يبعدهم عن عذابه وعن جهنم كما قال جل وعلا في عباد لما أراد أن ينسبهم من شرفهم ما نسبهم إلا لنفسه فقال في القرآن في آخر سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أهل الرجاء هم الذين نادى عليهم الرحمن فقال لهم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو رفعت بعضها فوق البعض حتى وصلت إلى السماء من كثرتها ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فأين نحن من هذا أين رجاؤنا وهو العظيم الذي قال لنا أنا عند ظن عبدي به فأين ظنك وأين رجاؤك هل بحثت عنه وفتشت هو مفتاح أبواب الرحمات لقد فتش عنه الخليفة الأول أبو بكر الصديق فقال لنا لقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا هذا هو مفتاحه ورجاءه بحث عنه الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب فقال لقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب بحث عنه حتى الخليفة الثالث عثمان بن عفان فقال لقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لقد بحث عنه حتى الخليفة الرابع فقال لقد قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أين مكانك؟ وأين رجائك؟ هل فتشت وبحثت؟ أم تكاسلت؟ إن تكاسلت فإنما تكاسلت عن حق نفسك فاحذر احذر أن تكون كمثل هذا الرجل الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بعد فترة من الزمن قد خفت حتى ثار مثل الفرخ صار من الضعف والمرض ومن نزول البلأ به ضعيفا يظهر عليه علامات المرض الشديد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تدارك ما في الأمر فسأله مباشرة هل كنت تدعو الله بشيء؟ هل كنت تسأل الله شيئا معينا؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله له في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلتا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل رجائك ومن رحمتك ورضوانك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر